كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن السياحة العلاجية والاستشفائية تعد مجالا خصبا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر واشر مدبولي إلى أن النمو والطلب على السياحة العلاجية يأتي نتيجة للارتقاء بالمنظومة الصحية ككل لا شك أن هذا النمو الكبير في سوق السياحة العلاجية والاستشفائية يأتي مدفوعا بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية والاتقارات التكنولوجية الحديثة والتقنيات العلاجية المستجدة التي من شأنها تحسين خدمة الرعاية الصحية والارتقاء بالتجربة التي يطلقاها المرضى الأمر الذي يحفز المواطن العالمي على الصفر للحصول على تجربة علاجية أفضل بالإضافة إلى ذلك يأتي هذا النمو في الطلب على السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء مدفوعا بواحد من أكبر التغيرات الديمغرافية الجوهرية التي يشهدها القرن الحادي والعشرين المتمثل في شيخوخة السكان تلك الظاهرة التي يطلق عليها أيضا الشيب العالمي والناتجة عن الارتفاع الوزن النسبي للسكان في الفئة العمرية 65 عاما فأكثر مع تنامي فئة السكان الأكبر سنا 84 عاما فأكثر